بدأ تطبيق برنامج الضمان الصحي بشكل تجربي في محافظة المحرق بهدف تقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية نعم مريم هذا البرنامج يأتي مكملا لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع الصحي في مملكة البحرين وذلك بهدف خلق بيئة صحية مستدامة وجاذبة برنامج الضمان الصحي يأتي كنقلة نوعية في تاريخ القطاع الصحي في مملكة البحرين بهدف تقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إيطار يحمي حقوق كافة الأطراف هذا البرنامج يسير وفق خطط وضعت ليكون مساندا فعلا في تطوير الخدمات الصحية للحصول على أفضل النتائج وكثالة حقوق المريض وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام كما سينطلق البرنامج بشكل مجاني للمواطنين عبر تقديمه للخدمات الصحية من خلال رزم إلزامية تتكفل بها الحكومة وسيتاح الإختيار وإضافة رزم أخرى كالرزمة الصحية الإختيارية وتكون بدعم جزئي للمواطن من الحكومة لا يقل عن 60% ورزمة أخرى خاصة للمواطنين يكون تمويلها خاصا بالمواطن ويكون مزود الخدمة التأمينية شركات التأمين بالنسبة للمواطن من ناحية الخدمة الصحية بشكل عام هو ما راح يحسب تغيير في قضية الدفع لا ما في دفع هو كل اللي بيحس تغيير في جودة الخدمة اللي تقدم له بيكون عنده خيار هذه الخدمة نحن اللي نسميها الإلزامية اللي في القانون المكتوبة الإلزامية هي قصدها الأساسية اللي المواطن بيحصلها هي الخدمة الصحية كاملة باللي حصل اليوم زائدا خدمات أخرى كما ستكون هناك رزم خاصة بالمقيمين منها الرزمة الإلزامية مصدر تمويلها صاحب العمل ومزود الخدمة التأمينية تكون شركات التأمين الخاصة أو صندوق الضمان الصحي وأخرى اختيارية يكون فيها مزود الخدمة التأمينية هي شركات التأمين الخاصة هناك راح يحتمدون على منظومة شوي تختلف اللي هي الانشورنس كامبيز أو الشركات التأمين الخاصة والمستشفيات الخاصة والعامة فلذلك نحن نأهل أثنين في هذا الموضوع هذا البرنامج الذي بدأ بشكل تجريبي في محافظة المحرق سيشجع مقدمي الخدمة للحصول على شهادات الاحتماد الوطنية والدولية حتى يتم التنافس فيما بينهم على جودة الخدمات المقدمة فضلا عن تطوير نظام الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمات بإذن الله راح يبتدي التسجيل من قبل المواطنين يختر طبيبه هو بنفسه والفرصة راح تكون مفتوحة للكل في نفس الوقت صندوق الحمد لله قطعنا شوط كبير فيه بدعم الحكومة عندنا نفس الشيء الخطاع الخاص الخطاع الخاص لأنه هو راح يكون شريكنا الأساسي في تطبيق الضمان الصحي على المقيمين فمن المهم أنهم دورهم يكون بالتوازي معانا أهداف استراتيجية لهذا البرنامج وأهمها ضمان الحصول على الخدمات الصحية ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها وخصوصا ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين من خلال الرزم الأساسية بالإضافة إلى الاستدامة المالية بالتضامن مع تمويل الخدمات الصحية بين الدولة وأصحاب العمل والمقتدرين من المواطنين والمقيمين باختيار الرزم الإختيارية لضمان الاستدامة لجميع المشاركين والحد الأدنى للتغضية الصحية مع سهولة الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية انطلق برنامج الضمان الصحي ليؤكد أن مملكة البحرين تضع جل اهتمامها في تطوير كل القطاعات لتلبية الاحتياجات بأعلى المعايير للمواطنين والمقيمين